السلام عليكم أخواتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة معكم نجمة الريف اليوم إن شاء الله غد نحضر معكم العصير بثلاث مقونات كيجي رائع جدا وكيجي لديد بزاف وغيتحصلوا إن شاء الله على كمية تقريبا لتر ونصف ديال العصير يعني كمية لا بأس بها وفي نفس الوقت كيجي لديد بزاف هاد العصير كما كتلاحظوا معايا هو القوام ديالو كيجي تقيل في القوام ديالو وكيجي رائع رائع جدا وكيجي بنين بزاف وإلى عجبتكم نصف الأخوات ما تبخلوش عليها بأكبر العدد اللايكات وتبرتجوا دائما الفيديو على المواقع التواصل الاجتماع وكذلك تبرتجوا مع الأهل ديالكم والأحباب والأصدقاء اللي تعون فائدة على الجميع ولأول مرة كيشوف القناة ديالي يضغط على زي الجرس لي كيتخلي كل ما هو جديد السلام عليكم أي سماء ما مشتقين تمليح شوية صحان شانتمليح تمني إن شاء الله نعزي دائما تيرين تمليح إن شاء الله يا ربي العالمين نشكية ورن دانيتا نحصل الخيجن العصير يصبح الطاص سترات المقونات وها تبارك الله نغذي صفغ تقريبا لتر دوزين العصير يتزدي ردد درخوة القوة من تزديد قر تزدي صبح الطاص يسماء وتمني غاش تعجب العصير النهارة مرة يعجبها شنت بارتاجين في الفيديو وشتقى دائما نكي سمات شنتك لأهل نشت الأحباب والأصدقاء وشتقى دائما نسكوا على حسب كريبا نتعجب الزيت يعني العصير النصف كما كتلاحتم مع الأخوات هم المكونات يعني غا نحتاجوا في هذا العصير ثلاث المكونات واحد طفحة واحد ليمونة واحد برتقالة أول حاجة غا نبدأ غا نقشره في طفح ديالنا أما السكوار الأخوات عندي هنا تقريبا تلات معارق ديال السكوار ساندة دائما الحلواء العصير دياله في الحلواء يمكن لكم تزيدو يمكن لكم تنقصو لابا غا نبدأوا كما قلتكم غا نبدأوا نقلع له هاد تفاح ديالنا القلب دياله أما القشور غا نخليه القشرة ما غا نحيدو لها القشرة التفاح ديالنا حيتا فيها المنافع بزاف هاد القشرة ديال التفاح فيها عدة منافع وغا نبقى بها الطريقة نقشره في تفاح ديالنا يعني نقلع له هاد القلب دياله وغا نقطعوه عادي نقطعوه على شكل مكعبات ونبقوا بها الطريقة صدقوا لأخوات هاد العصير يعني رائع كيجي رائع جدا كما لحتوا معي مقونات بساط يعني ثلاثة المقونات جد بسيطين وكانت من شعال يكونوا توفرين في أي بيت وغا نحصلوا على كمية ديال العصير يعني لتر ونصف ديال العصير إذا بغيتوا يعني يجيكم القوام دياله ثقيل أما إذا بغيتوا يجيكم القوام دياله خفيف يمكن لكم توصلوا حتى الجوج لتر ديال العصير كانت طويلة جوج لتر مثلا لتر ونصف ديال الماء مع هاد المقونات غيت حصلوا في الأخير على جوج لتر ديال العصير ولكن انا اكتفيت بليتر ديال الماء وصافي اللي غا ندير في هاد العصير باش نحصل على العصير كيجي القوام دياله ثقيل وكيجي بنين بزاف وده بابدد نقشطعو كذلك في الليمون ديالي في الحامد كيما كتلاحو معايا ودروري ما تقلعو هذك القشرة مبيضة حيث هذيك القشرة بيضة إيالي كتكون مرة باش ميجي لكمش العصير ديالكم مور كيما كتلاحو معايا نحصل على هذي يعني على الليمون وصافي بلا القشرة وده بغادي نقطعو كذلك غادي نقطعو الليمون ديالنا على شكل مكعبت كذلك ونقلو هذك هذيك العظام ديالو هذيك العظومة هيت هذوك اللي كي يبقوا في الليمون داخل ديالنا غادي جينا العاصير مور ولكن احنا غادي نحاولو غادي نقلعو كامل هذيك العظومة اللي كي يكونوا في الليمون الداخل كاملين بعد ما قطعتو هذو هما العظومة غادي نحيدو وغادي نزل الليمون ديالي غادي نوضعو هنا يفهد الكاس ديال مونيكس باش غادي نطحنو كامل العاصير ديالنا دائما الأخوات بقاو تتبعو الفيديو من البداية إلى النهاية الان تتبعو الفيديو من الأخوة خلال الحامض اضع الصغيرة الليمون القشرة ثم قمت بزيارة على آخر سيحدث هنا حتى أصحف النقود فقد قمت بزيارة في لطبع العموات يطلق بزيارة في لطبع العصير ثم قمت بالدخط اضافة كما سوف تضيف جميعها ثم نضيف جميع أولاد ثلاثين لأنه في المحل فالتقص تستطيع المحل فقرية الهواء وكذلك نضيف جميع المدينة ونضيف وكذلك ومعنا ونقص كذلك ونقص كذلك مكعبة قمشت وردة اسماق السخت كم رغف ودبا غادي نزيدو هنايا المقونات اللي عندنا هنايا وهذا هم المقونات ثلاثة اقطعتهم ودبا غادي نزيدو علي السكوار كما اللحتوا معايا السكوار دائما على حساب ودبا عندي هنايا الليتر ديال الماء ولكن غادي نحيد من واحد الكاس هو اللي غادي نزيد هنايا على هاد المقونات ديالنا بثلاثة باش غادي نتحنوه حتى يتحن مزيان هاد المقونات فحصلوا على يعني العاصر يعني يجينا تقيل بزاف باش يسهل علينا التحن مزيان عادي غادي نزيدو عليه الباقي ديال الماء يعني في المجموع عندي هنايا الليتر ديال الماء ودبا غادي نزيدو عليه الماء على هاد العاصر كما كتلا هو مايا ودبا غادي نتحن الجميع بالمونونيكس حتى نحصلوه على العاصر يعني جي غادي نتحنوه مزيان باش يتنساج منينا المقونات مع بعضياتهم وفي نفس الوقت كنحصلوه على العاصر يجي متحون بزاف ونبقى بها الطريقة كنتحنوه في العاصر ديالنا حتى نشوفوه بلا تحن مزيان هاد غادي نجيبو واحد صفايا غادي نصفيوه ما هذيك يعني هذيك لقشرة ديال بتفاح ومثلا يبقى شي يعني شي بيضر من بودور ديال الليمون وكذلك هذيك لقشرة ديال كذلك ديال برتقال والليمون المبشور يعني باش من ما يبقاش يعني في العاصر ديالنا يبكي لكم تخليه ولكن انا دائما كيعجبني يعني نصفي العاصر ديالي انتم ما كنتشوفوه البيديو كامل يعني عندي هنايا الليتر ونصف ديال العاصر اللي غادي نحصل عليه في الاخير غيب الليتر ديال الماء اما نصف الليتر يعني بهاذيك المكونات بالليمون البرتقال والتفاح يعني دفت تقريبا نصف الليتر ديال الماء ونبقا نحركو بهذه المعلقة بهذه الطريقة حتى نصفي العاصر ديالنا كامل هذه الطريقة سهلة ولكن العاصر كيجي يلتيج بزاف في نفس الوقت صحي ونبقا نحركو هكا مزيان انتم ما كنتشوفوه انتم ما كنتشوفوه الوصفة ديال ما تنال اعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله حتى العاصر يعني كيجي لديد بزاف وبالمقونات جد جد بسيطين وكاتبنا ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم هاد الوصفة اخوات ديال ان شاء الله الوصفة اخرى في فيديو جديد مش كيت ورنت يسمى ضغط العاصر النق ان حصلت الاخير العاصر يتزدي الصبح حتى يسمى يتزدي رد مش كيت ورنت يعني صحي قد نغين في عدة النق واتمنى ان شاء الله يسمى اشتركوا في القناة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته